السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عباطف كنتم نتكونوا بأحسن الأحوال وفي ساحة جيدة انتم ما كتشاهدوا الفيديو دي اليوم غادي نشارك معكم هاد الفاطرة اللي كتجي أكتر من رائعة بالعجين السائلة توجدوها حتى الآخر لحظة بدون ذلك بدون أي مجهود وكتجي أكتر من رائعة يلي جربسوها أكيد غادي جولي وصفة معتمدة عندكم وإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها باللايكات والتعليق دي لكم المحافظة ونبدأه التحضير فغادي ناخد المول للقطر ديله 28 سنتيم كندهنه بالزبتك كررشه بالتقيق وكنخليه جانبا غادي ناخد بول كندير فيها ملعقة صغيرة من خميرات الخبز ملعقة صغيرة من السكر كأس من الحليب الدافئ ما يعادل 160 ميلي كنخليها كالخميرة كالدوف الحليب وكنضيف هاد المناسيمة فغادي ننسم بشوية ديال الزعتر شوية ديال توم مجفف وشوية ديال الفلفل الحار بالنسبة الفلفل الحار راكي اعطي غير واحد اللي بنا ما كيجيش حار نهائيا كدروها كغير رأس ملعقة صغيرة من بعد كنضيف علبة ديال الياغور ضفت أنا علبة ديال 125 جرام ممكن أيضا تضيف علبة ديال 110 جرام بحل بحل وجوج حباس ديال البيض كنخلط هذه المكونات جيدا حتى كنساجمه من بعد كنضيف جوج كؤوس من الدقيق الأبيض جوج كؤوس لي مملوء جيدا ما يعادل 220 جرام وملعقة صغيرة من الملح بطبيعة الحل الملح كيبقى على حسب الضوء وثمانية جرام من خميرات الحلويات وكنخلط الكل وكنحصلو على خلاة بهاد القوام هادا كيف ما كتشوفو معايا هنايا غادي نغطيه غادي نخليه جانبا بما غادي نوجد الحشوى في مقلات كندير القليل من زيت الزيتون وزيت المائدة اللي بغيتو وكنضيف حبة متوسطة ديال البصل اللي مقطعها كمشنفة كننسمها بشوية ديال الملحة وكنخليها حتى كتنزل واحد شوية من بعد غادي نضيف فلفلة أنا نايا كنت مقطعها كمكعبة محتافظة بها في المجمد تقدرو حتى هي كتقطعها شرائح وتديرو فلفلة ألوان يعني تديرو حمراء وخضراء المهم انا الشي اللي كان عندي كانت عندي هكا غير فلفلة حمراء مقطع مكعبة تراني دفتها سوف يخليهم حتى تحتاج شحروا نزلوا وطعبوا سوف هنا كنحيدهم من على النا كنخليهم جانبا وكان نرجع الخليط اللي وجدنا هو الأول سوف هنا يكن نفره في المول اللي كندهننا بالنسبة للخليط ما كنحتاجوش اننا نخليوهم مدة طويلة غير بما هكا شحرنا هديك البصيلة مع الفلفلة سوف يكن نرجعو ليه سوف هنا من اللي يدرت الخليط في المول كندير هديك الحشوة اللي شحرتها كامل الفوق من بعد غادي ندير علبة ديال التونة اللي صفيتها من هاداك الزيت دياله حتى هي غادي نوزحها من الفوق فهاد الفطيرة توجدوها في وقت قياسي ما كتاخدش لكم الوقت نهائيا سوف يوم اللي وزعت هنا يا تونة غادي نزيد من الفوق كيمية ديال الجبن مبشور وجبن مدزاريلا طبيعا الحال هنا كيبقى لكم الاختيار بايتو تكتافي فقط بجبن مدزاريلا بغايتو تديرو غير جبن مبشور ماشي مشكيلي اللي كان من توفر عندكم المهم انا قدرت شوية شوية من الحاجة وملفق غادي نزيد زيتون اسود هاك اللي قطعتوها كدوائر وغادي نسم ملفق بوحد رشة خفيفة ديال الزعتر سوفو هاد الوقيته انا كنت مشي على الفران باشا هاد يسخن على مية وتمانين دراجة كنشعل عليه في الاول غير من الاسفل حتى كالطيب عادي كنزيد كنشعل ملفق وملي كان خرجا من الفران كيجي هاد هو الشكل ديالها كتجي اكتر من رائع كتجي زوينة بزاف كتجي خفيفة ولديدة واهم حاجة كيف ما شفتوا معي ما كتاخدش الوقت ما فيها لعداب لثمارة لجند لكلاوالو وكتجي لديدة وحس المكونات ديالها جد بسيطة كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم ما كانت منتنا الاعجاب ديالكم وإلى عجبكم الفيديو ما تفخلوش عليها باللايكات والتعليق ديالكم المحفزة وانتلقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي انا قدي نقسم لكم هاد الحبة هكا باش تشوفوها من الداخل بشحال كتجي خفيفة وهنا انا راني قطعتها ما زالت سخونة كيف خرجها من الفران هكا قطعتها وشوفو كيفاش كتجي حسدك الجبن كيبقى مطاطي مع الموزاريلا زوينة بزاف غير جربوها اردوا عليها الخبار شكرا 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 بشيء مشاكل بشيء بشيء ترجمة نانسي قنقر